السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحاضرة رقم واحد في مقرر الديناميكا الحرارية ثيرمو ديناميكس وطبعا احنا في المحاضرة الفاتة تعرفنا على الجزيئات الاساسية او العناصة الاساسية لأفرادات المقرر وقسمنا المقرر الى 6 وحدات وطبعا كل واحدة تكون مختصة بشيء معين وطبعا اتكلمنا عن بعض من النبذة التاريخية لتطور علم الديناميكا الحرارية طبعا هذه النبذة التاريخية مهمة جدا لانه ورد فيها الكثير من المصطلحات والكثير من المعلومات كل حتياجة تفسيرها في هذا الدرس من ذلك هتلاقي تقسيم المحاضرات ديشمند يونيك وان هو الوحدة الاولى العنوان هو فانديمانتل كنسلت والتعريم اساسي ومن ثم سيكون هناك تدرج المحاضرات رقم واحدة 353 رقم اربعة لعنى ما ننتقل الى اليونيك 2 وحنكمل تسلسل المحاضرات طبعا هذا الترميز بفيدك كثير لما تتابع التسجيلات على اليوتيوب وتربطها مع الحضرات الباوربونت والسلايدر اذا محاضرة اليوم عبارة عن محاضرة الموحدة تيرمو ديرميك تيرميولوجي وكلمة تيرمو ديرميك تيرميولوجي تيرميولوجي هي بمصطلحات العلم التيرمو ديرميك وكل علم نحن نتعرف عليه ونأخذو له لغة الحوار أو لغة المستخدمة في التعامل معه مثلما عملنا مع علم ميكانيكس ماذا كان لغة الحوار؟ فورس، فورك، فورك، فتنشل الانيرجي، انيرجي، اكسلاريشن هذه كلها مصطلحات مع الخبرة والممارسة سنعرفين كل واحدة ماذا تعني وماذا واحدة يستمعي عندما درسنا مقرر الكهربية كانت العناصر الأساسية للغة الحوار كانت مع هذه المقرر الشحنة قانون كولوم، قانون داو، سفاق الكهربية، المجال الكهربية، الجهد الكهربية، المكثب، علم التيرمو ديرميكس أيضاً هو علم قائم على العديد من المفاهيم ولكن لها مصطلحات ستناولها بشيء من التفصيل في هذه المحاضرة لذلك هذه المحاضرة إذا تعرضت إلى كثير من المعلومات تبنبش كثير لأنه سنعيدها بالتفصيل في حينه ولكن جيد أن تأخذ فكرة عنه طيب في البداية الوحدة هالي بتشمل العناصر الأساسية التانية أول شيء سكوب 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 يعني ما هو المجال الذي يعالجه علم سكوب 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 مجال سكوب سكوب هكذا نكون خلصنا الوحدة طيب في البداية أحب أن أعرض لكم بعض المفاهيم الأساسية في الترمو دينامي من خلال سؤال علمي وهذا السؤال أنا انسألت فيه في أحد المقابلات أثناء عرض وظيفة علي فيما بعد الماجستير وكان المقابلين يعني مهتمين في العلم الترمو ديناميكس فكان السؤال لو أنا أجبت كوفي عند درجة حرارة واحدة وحبيت أشرب الكوفي بعد خمس دقائق في أحد الفنجين ضفت الحليب مباشرة وانتظرت خمس دقائق والكف الثاني انتظرت خمس دقائق وضفت الحليب أيهما سيكون مذاقه أبرد من الثاني طبع هذا كان سؤال مطروح علي للتفكير حتى نرى كيف طريقة التفكير وكيف يبدأ أفنسي في الأمور فالعرض هذا الذي يشرح الفكرة طبعا سكبنا منجانين من القهوة وعلى يمين واحد على المشمال الثانين لدينا درجة الحرارة والثانين بجوار بعض وطبعا سترككم لمدة خمس دقائق طبعا مباشرة درجة الحرارة بيصير في اتزال حرارة فبيصير في فقط درجة الحرارة أضفت للكفل العليمي حليب وانتظرت خمس دقائق وأضفت الحليب كيف تتخيل أن تكون درجة الحرارة؟ دعونا نرى هذا الكلام بيانيا ونتبع ماذا البصير طبعا الآن لو جاءنا حللنا ما يحدث من خلال الذي هو منحنى بياني لدراسة العلاقة تنابص في درجة الحرارة مع الزمن فسنجد أن الثانين كانت عن درجة الحرارة واحدة لنفرض أن درجة حرارة ثمانين حسنا الآن مباشرة مجرد أن أضع الحليب على أحدهم فهتم خفض درجة الحرارة طبعا هذا هو البلاء كوفي لاحظ درجة الحرارة انتخفضت من قيمة العليا إلى قيمة هنا طبعا عن أربع دقائق لننتظر شوية لأنه مجرد أن لا تضع الحليب بالنسبة ل جعلية الحليب الردة درجة الحرارة انتخفضت إلى أين؟ إلى سبعين درجة سليزية حسنا؟ الآن الضغط الحرارة للغرفة سيكون أكثر فهينزل بمعدل أبصت وحيوصل إلى درجة حرارة معيها مثلا في الحدول 25 درجة الآن عند الدقيقة الرابعة أنا أضع الحليب هذه يبرد أكثر وبالتالي لو عملنا هذه التجربة في البيت سنجد أنه اختلف الوضع ليس الثانيين عند نفس درجة حرارة بالعكس سنجد أنه بعد مرور أربع دقائق ونص أنه صارت درجة حرارة طبعا هذا هذا بس يعطينا فكرة عن التصور كيف ممكن نفكر في أمور الحرارة والتبادل الحراري مع الأوساط المختلفة طيب هذا بس كان مبارعة عنه للتنشيط ولمعرفة علم بلابس حياتنا اليومية لاحظة بلابس حياتنا لذلك نفلم عن ماذا نقول؟ طبعا نحن عرفنا في محروفات لكننا نعرف مرة أخرى المعرفة علم ديناميكس هو علم تجارة من خلال التجارب وقائم على التجارب وهو يربط للهما بين الهما والتنشيط في ميكروسكوب طبعا ترجمة ميكروسكوب اللي هي الحالة أو المغياس الجاهل وعدنا حنفسركم بلابس حياتنا بمزيد من المعلومات طيب علم التجارب يلابس حياتنا من حيث توليد الطاقة من حيث الطيران والحركة من حيث حركة السيارات ويبقى طبعا في جميع أنواع الحركة لولا التجارب ديناميكس تخيل حياتنا بدون وجود التجارب 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 كل هذه هي عبارة عن تجارب نقل الحرارة من المكان وتحويلها إلى شغل حتى الاستفادة منه بأقصد درجة ممكن إذن التجارب لتطوير التجارب التجارب فبالتالي علم التجارب يضع الأساسيات ماذا يستفيد منها المصنعين والمهدسين والمتلعين والمتكرين وبالتالي لو جيت أنا أتكلم لماذا علم التجارب مركز على كلمة ماكروسكوبك سكيل نحن عندنا نتنول الفيزياء أحياناً ندرسها كحالة جاهلية وكحالة ماكروسكوبية فهنا لدي كلمتين ماكروسكوبية ومايكروسكوبية لما بنتكلم عن الجزيئات وعلاقتها بالتغيرات الفيزيائية إذن نحن نتكلم على أما إذا كنا بنوصف الحالة الجاهلية لنظام أو لشيء معين نحن نتكلم عن حاجات يمكن أن تقاس وتدرك بالإحساس البشري زي مثلاً أتكلم عن حجم أتكلم عن ضغط عن درجة حرارة لكن هل يستطيع أحد أن يربع ما بين درجة حرارة وطاقة الجزيئات في داخل السائل أو ما بين الضغط وحركة الجزيئات هذه هنا ندرسها من خلال ماكروسكوبية سكيل من الخلال بهبعات المهمة من خلال السائل واحد وهي ما تسمى الطريقة الجاهلية اللي هي نتكلم عن المهمة من خلال السائل المهمة أنا في الحالة الخارجية عندي وعاء في غاز تقتب تغير الضغن، لكن لم أتطبح إلى ما يحدث على المستوى الجزئيين فذلك يمكن أن يكون مقاييساً بشكل مستوى الجزئيين وبالتالي دائماً الحالة الجاهرية هناك مقاييس كثيراً للحالة الجاهرية مثل مثلاً كل هذه كميات الجاهرية لحالة المادة لكن يوجد هناك أيضاً تقريباً كميات الجاهرية تقريباً 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 والخدرات ومكتوبين من دون الأخضر في دون الانيرجي فدون الوصف الجاهري في الديناميكة الحرارية طبعاً نحن نستخدم في حياتنا العاوية اليومية عندما تكون سلمة آدم أو شخص معين تتعرف على الناس تتعرف تتعرف بطلطوله كذا ووزنه كذا ودون شعره كذا يستخدم خصائص الجاهرين الخصائص اللي هي مايكروسكوبك تستطيع تعرفها بدأك مختبر حتى تستطيع يعرف عدد دم الحمراء اللي عنده عدد حتى تستطيع تعرف مثلا نوع حصلة الدم من شكله بدأك تاخد ريش عين وتتحصها بالمختبر لذلك دائماً أولاً الشغلات اللي تستطيع تتحصها بالمختبر هذه تعتبر أما الميكروسكوبك فهي طبعاً هذه لما ندرس الطاقة الحركية أو النظرية الحركية للغزاء أو لما ندرس علم الميكانيكا الإحصائية حتى يجونا نتكلم عن المادة من وجهة مظر أما دول درستنا في هذا الكورس هيكون فقط الوصف الجاهي ويعرف الوصف الجوهري أو الميكروسكوبك وعادة لو أنت بحثت في الانترنت على الميكروسكوبك هتلاقي شرك بمختلف الأمثلة والعنوان أنا طبعاً جبتلكوا أقرب شيء لحياتنا الدعابية حتى ما ندخلش في التفاصيل كبير الميكروسكوبك لا يمكن أن تقريبها إلا بواسطة أجهزة برياضة تقريبها جداً حسناً؟ حسناً، ننتقل إلى الموضوع الذي هو الثرمو ديناميك عمار على المصطلحات كثير هذه المصطلحات، كل مصطلح سأقيله مثال وتعليم وهذه طبعاً ستكون أدواتنا اللي سأستخدمها في شارع آلم الثرمو ديناميك أول شيء، بلنعرف ما يعرف بالنظام هل نستخدم كلمة نظام؟ أو النظام الثرمو ديناميك عبارة عن الجزء محدد من المال تتوجه إلى التواصل أولاً، نظام هنا، هذا النظام هو السيستيب تبعي نظام الهواء الموجود في الهواء طبعاً، الهواء هو العالم كله، الكون كله لك، أنا لا أستطيع أن أدرس الكون كله، أنا بأخذ جزء محدد وبالتالي، ممكن إعتبار الهواء الموجود في هذا الغرفة والذي بره هو إيش؟ الهواء إذن هذا الجزء من الغرفة، هو النظام الذي توجه له الدراسة لو أنا جبت مكبس وفيه هوا بداخل الغرفة هذه أصبح السيستيب تبعي مننا للمتوجه له الدراسة الرغاز الموجود في داخل هذا السيستيب إذن صار عندي كلمة سيستيب هو عبارة عن جزء محدد من المادة لاحظ المادة، ممكن تكون صلبة، سائلة، غازية، وهذا طبعاً لها شغل لكن السيستيب هو جزء محدد من المادة، توجه إليه الدراسة ممكن يكون خليف من الغذات، أو خليف من السوائل والغذات لكن يظلوا جزء محدد من المادة، زي لما بدنا ندلس على مكينة الاحتراق ما الذي يدخل في المستوى؟ هواء ووقود، الهواء والوقود يعتبر السيستيب تبعاً ماذا يحدث عليهم من تغيرات حرارة والضغط على هذا؟ كل هذا كلام يسمى عملية تتعرض لها السيستيب إذاً أنت الآن أعرفت شيئاً اسم السيستيب، هذا طبعاً اللي من خلال نحددها والدروسة ونأتي الآن لكل شيء آخر للاسيستيب يسمى السيستيب السراودي السراودي هو المحيط أي شيء يغير بالسيستيب هو السراودي السراودي هو السراودي السراودي هو السراودي هو الجزء الذي يتبادل فيه النظام الطاقة والمادة يعني لو أنت عندك جزء الآخر مخطوحة أي شيء يتبقى إذاً المادة يتتسرع من السيستيب هو الراحة إلى السراودي إذاً السراودي يسمى السراودي 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 قد يكون فيزيكاً موجود وقد يكون الموجود نتخيل الموجود حسناً؟ زي لما يكون عندك حواء موجود في بالون في الهواء الخارجي على المحيط لكن معزول أو محصول من خلال إيش؟ جدار البالون الغرفة هذه فيها السراودي هو المحيط فيه محصول تواصل جدار طيب النقطة الثالثة اللي هو اليونيبيرس هو حاصل جمع السيستيب مع السراودي إذاً صار عندك الآن ثلاث مصطلحات إزام السيستيب السراودي والكوم السيستيب الآن ننتقل إلى أنواع الأنظم اللي موجودة معايا في عندي نوعين في عندي سيستيب الساودي وهي الساودي وهي الساودي الساودي الثالثة هو الساودي المجع التلق من joint الأنظم اللي هي عشين يتحدث الامور لأن الساودي الساودي هو السيستم اللي بيكون uniform على سبيل المتدال محلية مندفة مع بعض هي تعتبر أيضا كوموتيني السيستم مختلف شروف غاز أكسوجين وهي تجيب كلها غازية يعتبر أيضا كوموتيني السيستم وفي النهاية كوموتيني السيستم اللي بيكون فقط دائما نركز على الكلمات المكتوبة بلون مميز لأنه هادي اللي بتعطيلك صميم الموضوع والباقي عبارة على الضبط ما بينهم إذن كل ما تتذكر كلمة اعرف أنه نتكلم على طيب لما بتكلم على مع معنى ذلك زي مثلا كلمة طبعا كلمة ممزوج غير يعني نتكلم على زيت و مية هادولا سيستم بس إيش لا ممجينيس لأنه مش مستقيم فبعض مش مستقيم فبعض أو صلد وليكويد صلد وليكويد زي مثلا أطيح التلج كمال من هذا السيستم عبارة عن ما يونيقوم إذن ما ممجينيس إذن ما ممجينيس لو عندي أنا الماء يغلي إذن الماء والبخار في داخل الأسقوة هذه هذا نظام هيدروجينيس إذن صار باختصار بالنسبة إليك أنت واضح جدا أنه أغلب الأنظمة التي نعمل معها في الموظمة الحالات هي هيدروجينيس يصير عندي تثمت هنا مثل مرحلة التجمد ومرحلة الغليان وأقص على ذلك أمثلة كثيرة إذن هذا تقسيم لمن للسيستم؟ نأتي الآن لموضوع أنواع الأنظمة الخير مديناميتي طبعا أنا في عندي السيستم هموجينيس طيب كيف علاقة السرارة كيف تلقم على السرارة تعطي أنواع أقول لك شغلة هناك ثلاث من تبادل التجمد وطبعا وطبعا إذا كان التجمد من النوع العازل التجمد والذي لا يسمح فيه بتبادل لا الحرارة ولا المادة زي مية في ترموس حرارية أو زي شايف الترموس طبعا عفض الحرارة هذا يعتبر نظام محزول ما يحدث في داخل من السيستم ليس له علاقة في السرارة لأنه لا يسمح بتبادل الحرارة ولا المادة طيب هذا يعتبر نظام إنسوليتد سيستم لا يمكن أن تكون لديك زجاجة كولا مغلقة والله أحمد الفريزر على طول الغرودة بتحسها وين بره أخبالك وهذا يسمى نظامه مغلقة ولكن إنسوليتد إنسوليتد طيب الإنسوليتد بيتم من خلال استخدام مواد عازل حرية زي الخشب زي الفلين هدخلها ترتفع مواد عازل لا ترتفع لا ترتفع لا ترتفع لا ترتفع طيب النوع الثاني هو ما يسمى بال أوبن سيستم وال أوبن سيستم زي لما تملك قهوة مكتوح إلى الهواء الخارجة والمادة هنا تتسرب على طريق بقار الميا يخبط إلى الهواء والحرارة تتسرب إذن في النظام أوبن ما تملك هو النظام ضيق مقلق لكن الحرارة تتسرب أو ممكن يقتص الحرارة النظام المغلق لا يسمح بخروج المادة أو دخول المادة عليها لذلك في عندي حرارة تتسرب من النظام المغلق من خلال الحرارة، من خلال بدء شغل هذه الأنظمة الثلاثة نلخصهم مع بعض هنا في هذا القطة هذا هو ماذا تلاقي هنا؟ أنه الماندري يسمح لتبادئ من الحرارة لكن في الشيء مكانية للمادة تتسربها أما بالنسبة للحرارة الحرارة تدخل وتدخل وكذلك الكتلة تدخل بتقديم زي إجزاز القطر مخطوحة ماذا تلاقي؟ بعد فترة خلص في المادة لأنها تتسربة إلى الخارج أما بالنسبة للحرارة فهو لا يتعامل مع السرارة أبدا الخصائص الثلاثة المشتركة لا يتعامل مع السرارة لكن يتعامل مع السرارة يتعامل مع السرارة والسرارة 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 إذن الأنظمة التي نتعامل معها لا تخرج عن كونها ثلاث أنواع الحالة الأيديال تبعتي هي مخفلات السرارة طبعاً لا يوجد شيء يسمى مخفلات السرارة مهما أنت كنت شاطئ في عملية العزل سيكون هناك قريب من قريبات السرارة وفي عندك مخفلات السرارة كل واحدة إنها معاملات السرارة لذلك مهم جداً في دجائة التعامل مع أن نعرف الأنظمة تبعتين ما هي أنواعها وكيف تصنيفات حتى عندما أقول لك مخفلات السرارة أو مخفلات السرارة التوماتيك تحلك للسؤال جديد يتغيّر وبتعرف وين تصنّك الحال تبعه وارح الفكرة طيب الآن بعد ما صنّخنا اللي هو الأنظمة تبعتين ميشي الآن كيف المادة تتبادل الحرارة والطاقة الحرارية مع بعض إما عن طريق لازم تكون عن طريق يكون في حاجة اسم اتصال حراري وهذا الاتصال الحراري نسميه تيرمال كونتال حسناً مثل أنت الفصل السيكين يحسن مع بعض إما الوقتية الكعربي برضو لازم تكون في عندي ثيرمال كونتاك بكين وكين بديد هذا الثيرمال كونتاك متى بيقول ايضاً اتصال الحرارة تتبع في ثيرمال كونتاك بمعارك إذا اتصال الحرارة تنساب تلقائية في السماء أي أن الحرارة تنساب تلقائية وتمتك لما تجيب معلقة سفنة وخطة مية باردة الحرارة تتتفق من الملعقة الساحن إلى الماء البارد وتتتفق ضرش حرارة مين؟ الملعقة لعنى يصير عن ضرش حرارة واحدة أدري سميه تيرمال كونتاك أما إذا كان لازمني أبدل شغل أي أن ما بين الساحن والبارد مادة عازلة فلا يسمح بانتقال الحرارة لازم أبدل شغل حتى أضف الحرارة داخل المادة العازلة لأن ذلك لا يسمى ثيرمال كونتاك إذا الشبء الأساسي للثيرمال كونتاك أنه يكون في عندي تبادل حرارة بدون بادل شغل بعد ما يصير عندي ثيرمال كونتاك تصل لمرحلة تسميها ثيرمال إكويلبريم طبعا كلمة إكويلبريم في الفنفيزة مهمة جدا لأنها مرت معاقوية في الميكانيكا لما بقول ميكانيكا الإكويلبريم مع متجد جسم الساكن وجميع القوة المؤثرة عليه بساوي سفر بالنسبة للثيرمو ديناميك إكويلبريم الوضع محتاج للثيرمو ديناميك إكويلبريم يعني يعني كونتاك 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 من أحد الميكروسكوبية إذا مادتين عند نفس درجة حرارة فهم في حالة ثيرمال إكويلبريم إذا قصد درجة حرارة الملعة بعد مرور فترة من الزمن ودرجة حرارة الماء بعد مرور فترة من الزمن ووجدناهم نفس درجة حرارة فمعنى ذلك أنا استمتدينهم في حالة ثيرمال إكويلبريم ثيرمال إكويلبريم متى يحدث؟ يحدث في حالة وجود التصار الحراري وفي حالة ما يكون الزيرو ايش معنى اي ان محصلة التبادل الحراري بساو ساو اي انا الحرارة رايحة من الجسم الاول الى الجسم التالي تساوي من الحرارة الى الجسم الاول فبالتالي هنا مصيري ايش لكن في الحالة لانه في عندي بساوي قيمة موجرة يتدفق من الحوت الالكول لكن عندما تنصروا دفنية وعن نفضل الحرارة ما تكون تأكد انه المادة الاولى والمادة الثانية وستنفضل الى مقصود وهذا المقصود بانه موجودة بانه البداية موجودة بالتالي مع مرور الزمان بدرج الحرارة اذا في الحالة هذا ما نعمل نقول انه هذولة في الحالة وكلمة ثرماليك مليبريم تعلم كبير في دراسة ثرمالينامس وفي دراسة الفيزياء الذرية في دراسة البيزياء في دراسة البيزياء دائماً وأبداً لأنه إذا تغير درجة الحرارة توزيع الأتومت على مستويات الطاقة بتغير وكل شيء بتغير توزيع السرعات للنادة برضو بتغير لذلك دائماً لازم أربط الأمور تبع دائماً وبالتالي لما أنا أضيف مادة سخنة إلى مادة باردة يا أما بستخدم التحريك يا أما باقيه فترة من الزمن حتى الحرارة تصل إلى وإنت شخصياً لما تنتقل من جو سخن إلى جو بارد جسمك بيأخذ وقت عبر ميز أقل مع درجة الحرارة وبالتالي ممكن أن تنتقل من وسط بارد إلى وسط ساخن وجسمك بيتعب تأخذ لمحة بارد أو تأخذ اختصر لما يكون جسمك ساخن تطلع على البارد لأنه بتصير عندك فقط كبير في درجة الحرارة فتصير معك حمى هذا كله بسبب هذا كله بسبب أن الجسم يرغب المصول إلى حال التأخذ طيب مصطرح مصطرح إذا أوقف حتى تضح من أجل إلى مصطرح هذا ممكن أن تكون مصطرح في مصطرح التيموميتر في جميع الحق السائل أو بيكون عندي إيش فأنت بكون متطمن أن هذا فهم ما يقول طيب عرفنا مصطلحات كتير هنطرح كمان في المصطلحة هنا اثنين بما إياها أول شيء أنا لما أكون عندي نظام هذه حالة حطيته في تلاجة طردته سخنته زدت الضغط تبعه إذا في عندك إنت عملت تلاجة لما بتاخد الحنفية من بتاخد المية من الحنفية من تلاجة انت هنا عرضت للمصطلحة أنت معني في الحالة الابتدائية والحالة النهائية ماذا حدث في الأول حجم السائل ما تغيرش ضعطو ما تغيرش لأنه في الكوباية مين اللي تغير؟ درج حرارة كانت 26 حطيتك التلاجة بعد ربع ساعة صارت كام؟ صارت لمصطرح إذا ما هي اللي تغير؟ درج الحرارة ما هي اللي تغيره؟ مصطلحة إذا الترمو ديناميكي بروسيس هي مسؤولة عن إحداث تغيير في أحد الأبعاد الترمو ديناميكية إيش هي الأبعاد الترمو ديناميكية؟ ثلاث شغلات البرشا البوليوم والترمو تغير نفس الأبعاد اللي تكلمنا عليها في علم الميكانيكا X و Y و Z X و Y و Z ايش كان موظفتها؟ تغير الإزاحة تغير الـ كل هذا الكلام كان مرغوظت من في إحداث تغير في الـ في الـ القوة القوة هي العماهية لـ وقت تالي كلمة بروسيس في الكلمة ديناميكس إيش بتاعني إيش معنا إيش معنا مين الحديد مستيب؟ حالة الـ برشا البوليوم الـ إذا تغير واحد منهم فمعناك المسؤول عنه هو بروسيس إذا عدنا لنستخدم إيش معنا يقول لكم أني مستعد للتطاق فلنستخدم إصبحت إيش معنا من الدولة و هنا عندك نظام موجود يعبار عن غازات موجودة في المكبس هذا المكبس طبعاً لو سخنت تحتية و وضعت حرارة في زادة طاقة حركية لغازات أنا بشوف إيشت باعا حركية يمكنك أن ترون أن المكبس بدأ يرتفع تبسيره لذلك زادة الحرارة زادة الضغط زادة الضغط فالضغط دعوني الحاجم التنفذ زادة الحرارة زادة الضغط ما كان هناك؟ كان هناك بواحد بواحد يصبح بواحد 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 وحطلاحظ أنه لازم تنفذ أحد المتغيرات حتى ندرس العلاقة بين متغيرين كله يعني مثلا هنتقدر درجة الحرارة ونشوف العلاقة بين البراشر والفوليوم أو نسبة البراشر والفوليوم ونشوف العلاقة بين البراشر والفوليوم هذا طبعا الكلام عمله علماء في السادق وحننمر عليه بعد شوية طبعا إذا أي تغيير من أحد الأقعاد البراشر والفوليوم سردي التغيير من كي عادة القاطة كمن المتغ ويظهر إلي كراصد فيزيائي تغيرات كمين؟ ويظهر إلي كلمة بروسس ستأتي معنا في كل محاضرة ستتعرض عليها دائماً وأبداً بروسس معينة صارت على المادة احسب تغيب في الحجم إذا علمت أن الحالة التي تدعيك هاتف 1 من 3 إذا كلمة بروسس ستظل لك الجيش متذكرة هذا عارض بسيط لو أجيلك مثلاً أنواع بروسس طبعاً نحن مش هنفك الأمور بروسس وخلص في عندي حوالي ست أنواع من الروسس وكل الروسس لها فيزياء خاصة فيها في البداية أنا عندي هنا ثرموميتر لقياز درجة حرارة وطبعاً يقوم بلقياز بالأدوح، يتصمر الاضطى الاحتداء فيها في براشا التناثر في علم الجيش طيب، لما أنا بجيني مثلاً بروسس اللي تصير في داخل تنجرة الضرط اللي تصير في داخل افتراق الداخل هذا بروسس بروسس بالبعاً لدي إيزوباريكي بروسس إيزوباريكي بروسس من الى الايدل ثبوت في درجة حرارة ماذا بصير تكون هذا؟ لما بيكون عندك هاي مثلا حالة الغليان مثلا لما بتسجد درجة حرارة عند الغليان في درجة عرمية فهذا نسميها ايدل ثبوت ايش معنى ذلك؟ إذا انا تغير عندي تغير عندي البرشة لكن التبريتش اقتالي في حالة الغليان لما اضغطنا الغاز لما اضغطنا الغاز ايش بكل حجمه؟ يقل حجمه ولما بتمدد ايش بصير؟ يكتسب حرارة وبيزيد حجم ولما اضغطه ايش بيعمل؟ يأتينا حرارة الغليان تمثل على المنحنى هذا انه كلما زاد الضغط قل الحجم وبيكون حاصل ضرج الضغط في الحجم يساوي ايش تغير عندي البرشة طيب فيه بروسس تاني بتصير لما بينافجر طار سيارة او لما تصير الاحتراق داخل ما تنسميها ادياباتيك بروسس درجة الحرارة بالحاجة تبغيى بانها صارت في المحل البسط انفجار او انفجار العجل هذي كلها بتصير عمليات تغير عندي لكن ايش بسميها هاتي البروسس؟ ادياباتيك كمية ادياباتك معناته لا يمكن او لا يوجد فترة كافية لحدوث انتقال حرارة الى الوسط الخارجي او تسرب لكمية الحرارة هذي يسميها عملية ادياباتيك لذلك لو انت اجيت اتعرف انواع العملية احنا عبرنا عنواع الانظمة صحول الله طبعا لما تثبت وتغير سبتنا درج الحرارة في الحالة هذي ايش نسميها عملية؟ نسميها ايش معنى ذلك؟ اعطي لك التالي على ذلك لو انت مثلا ضغطت هواء في سرينجر المفروض انت بتضغط الهواء تسيتر الحرارة بس لانه الجدار تبع عن سرينجر يسمع كتباتيك مرارة مع انتصار ضغطتك فكلت زيادة درج الحرارة تصرب برطة فبداية العملية عند درج حرارة الغرفة وانتهت العملية عند درج حرارة الغرفة هذي يسميها ايش نسميها وبالنكتل هذي على متحنة اللي هو الضغط والحجم هذة طبعا من المتحنيات الشهيرة تبعا هنا عملية الايش نسميها تكون المتحنة اللي بدون اه المتحنة طيب لما العملية تكون المتحنة المتحنة لما انت تكون لمية في وعاء مخطوط للهواء الخارج ايش بتزياد بتزياد درج الحرارة صح ولا لا وبالتالي عند ثقوت الضغط ايه بمثل عملية ثقوت الضغط ان الضغط لم يتغير وخط وازي محور الغرفة عند ثقوت الضغط فايش بكون عند ثقوتنا الحجم يزداد والدرج حرارة يزداد طيب ماذا عن يعجيب انت غاز وتخلي ضغطه ثابت كيف تخلي ضغطه ثابت؟ تخليه مفتوحة كل ما تسكنه حيتمدد وضج حرارته ستزيب حيتمدد وضج حرارة لو انت حصرته في مكان مغلق خليته حجم ثابت هذه تسمى عملية ايزو كوريك فبصير الضغط يزداد الضغط عند ثقوت الحجم وعند الحرارة فالعملية اللي بتتم عند ثقوت الحجم يسميه ايزو كوريك وفي بعض الاحيان يسموها ايزو كوريوماتي يعني ايزو معنى الضغط وطبعا الثابت لاحظنا الحاجم الثابت والضلط هو المتغير طيب العملية الرابعة هي عملية نسميها الدياباتيكا بروسيس العملية الدياباتيكية وهي التي تكون فيها انظمة معزولة حرارية ايزوك في احد الانظمة ستكون معزولة ايش معنى معزولة؟ لا يسمح بتبادل الحرارة ولا خروجة ومين هو النظام الوحيد اللذي لا يسمح بتبادل الحرارة؟ الايزوليات السيستم لانه ال MLB ايش بيعملوا؟ بسمحوا بيتبادل الحرارة النظام الوحيد الذي لا يسمح زي ميا في التيرموس أو ميا في مساعر حراري هذه تسمى العملية التي تجرى ادياباتيك اي ان الحرارة لا يسمح لها في الخروج ولا يسمح الحرارة بالدخول ولاحظ هنا أنا بغدا أصدر على كمينة بحرارة ولا يسترجح بحرارة في طريق حتى يعني ما تجغل تلاف الحرارة لذلك في عند النوع البارد طيب النوع الخامس هو ايش معنى اني ااخد انا النظام تبعي واحد اروح ايش عمل خليه تمدل عند ثبوت الضغط بعدين اخلي الضغط ينكمش او ينخفض عند ثبوت الحجم بعدين اخليه تمدل عند ثبوت الضغط وبعدين اخليه يزداد ضغطه عند ثبوت ايش الحجم اربع عمليات اربع عمليات واجعتني الى الحالة الابتدائية هذا يسميه اي ان نقطة البداية هي وصلت الى نقطة البداية وبالتالي البي بي تي اللي بديت فيه بالرغم من اني مريت فيه اربع عمليات طبعا هذه سنستفيد من احضير لما نيجي ندرس دولة الثلاجة ودورة الانجين بدي اشوف السيستم تبعي على ايش بتعرض لانه تطلوب منه في الاخر علم هو علم بيهتم بكيف نحول الحرارة الى شغل او شغل الى حرارة باقل تكلفة ممكن كل التطبيقات وكل التكنولوجيا وكل الصناعات وكل الاختراعات تصب في هذا الاتجاه ولذلك بتلاقي مصادر الطاقة اللي عندك كل نابها تتطور وبتزيد حتى والان طبعا اقل سيارات تتطور بشغلتين كفاءة المحرك كم كيلو بتمشي على اللتن وكفاءة اللي هو الانبعاث CO2 من العادل اذا كل هاد عبارة عن شغلات ايش لها علاقة في صميم علم التابعة خامة سادس نقطة بيسميها كوازايستاتيك بروسس وهان كوازايستاتيك بروسس هي عمليات تحدث ببطط متناهي جدا لا تكاد تلحظه ايش بالعين المجرد بيسميها كوازايستاتيك بروسسس كوازايستاتيك بروسسس يعني صغير جدا لا يسمح بالحيوت عن حال كوازايستاتيك يعني مثلا انا بدك تتخيل متبس ماسك ضغطها لما انت بدك تضغطه بيدك على طول بدك تعمل اخلال كوازايستاتيك لكن بدك تعمل عملية ايزوكوريك ايش بتعمل؟ بتصير تسقط رملة رملة حبة رملة او تحب تروسس واحدة واحدة تقلها متناهي في الصغر وبالتالي القوة اللي هتفضلها على المكبس صغيرة جدا اذا اذا الغاز حيزداد ضغطه بمقادير ايش متناهي في الصغر وبالتالي بتدمر انه البروسسس تبعتك ايش صغيرة جدا وبالتالي بيسميها كوازايستاتيك يعني مش السكون تاب انما قريب من السكون بسميها كوازايستاتيك اوكي؟ تلقيتها البروسس تقسمي لنوعين نوع بسميه الربيرسابل ونوع اسمه الربيرسابل طبعا كلمة الربيرسابل يعني مثلا لو انت مسكت لو انت مسكت كرة واسقطتها من ايدك على سطح الارض هتصطدم بالارض وتعود الى التخفز الى كوب هترجع ليدك ثاني هذه نسميها الربيرسابل كلمة الربيرسابل وهي طبعا عملية لا تحدث في الطبيعة اطلاقا لانه مهما عملت يعني لو انت مسكت سلندر وضغطت باصبعك وكبست الهواء اللي جوه وفلتت اصبعك الهواء حيتمدد لا مش حرجع الوضع الطبيعي السبب في ذلك انه جزء من الطاقة تسرب على شكل حرارة الى الهواء الخارجي وبالتالي فقط جزء من الحرارة ولما عادي الوضع الطبيعي الحرارة اللي فقدت هذه لم تتخص الثاني لذلك دائما وابدا في عندي ايش؟ الربيرسابل لكن احنا كعلم دائما نتصور انه ممكن ان نحصل على الربيرسابل كنظام حتى نستطيع نقلل من العناء الرياضي المكدول في حل اي معضلة ونختار من الحالة لديش الحقيقية لذلك بفسر الربيرسابل الربيرسابل ونقلل من العناء الربيرسابل ونصررات حكري اي عملية تعملها حرارية ما نقلل على السررات حتى لو كانت معجوبة ولذلك بحالة الربيرسابل اذا انا تطرت الغاز وتمدد الغاز حيقفض لما يتمدد الغاز حيقفض الضغط لما اضغط الغاز مرتين مش هالي على نفس المسار لكن تختار النوجي على نفس المسار اذا تمت هذه العملية بهادا الشكل نسميها الربيرسابل وطبعا وطبعا نلاحظ هنا انه الغاز راح من النقطة للمقطة بي على مسار لما اجتها عكسه راجع على وقت الطبيعة ولكنها مصرر طبعا هنا فيه تغير كبير جدا وطبعا نلاحظ وطبعا نلاحظ وانا بتمنى منكم انكم تاخدوا هاد الجملة وتبحثوا عنها في الانترنت وتتوسعوا أكثر في مقهومة لانه نحن نتعلم في الانترنت في الانترنت لأنها مستقبلة من هذه المسارات واحد بهادا لانترنت 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 وكل ما حسنت أكثر مش هكون أحسن من الـ منذلك الاعتبار الـ هي الـ اللي أنا بطمح أن أوصل لها مهما حسنت أما أنك تفوقها هدا فيش من طيب خلاصة هذا الموضوع ترسنا الـ 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 هذه الخريطة تشملنا كل الـ 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 هنا نوع الـ هنا علاقه مع الواسط المحيط والـ الـ 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 حاجة qui الـ الـ نوع الناس بسيكي نوع الناس بسيكي نوع الناس بسيكي لان نوع الناس نوع الناس؟ هل كان مستقيمة أو مستقيمة؟ هذه أو ما والتابع تنتهي من الثامنين هذه مصطلحات أتمنى أنكم تكرهوا كويس أتوقع أن تنقل كلها تستوعبوها الآن في المرحلة هذه لكن كويس أنكم اسمعت عنها وطبعاً هذه ستكون مفتاحنا في يعني هذه تعتبر المحاضرة مفتاحنا لكل الكورس فيما بعد وحتى نلتقي في المحاضرة القادمة هتكون بعنوان zero slow state dynamics وتعريف درجة الحرارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته